أريد تصريح لعزيز ماركة بتقول فيه أن الفشل أعز صديق لي أول مرة أشوف حد يعني معتز بفكرة الفشل مبدايا اتنين مصاحبه يعني أنتوا قسة غرامة ممتدة لأنه أولا الفشل هو اللي بيعلمك إيه الغلط يعني بدلا ما يقعد كل واحد يقولك إيه الصح والغلط أيوس أنت أشغل من أنك تبقى عندك عنوان سوداوي كده يا عزيز أنا بالعكس أشوفه إيجابي بشعر إن داما لما إنسان بيبقى في عنده مخاوف لما أنت عايزة تعملي أي مشروع أو تحقيقي أي حلم فيه المخاوف الناس هتتطريق علي مش عارف إيه ممكن يحصل حاجة ممكن أحط نفسي في موقف يبقى وحش قدام الناس كل الحاجات دي دي المخاوف الفشل هو يعني هو المواجهة بينك وبين المخاوف بشكل مباشر تشوفيه بعينك تيفي فيه مقولة بيقوله إنك تحطي وش للفوضى أو الجنان لما تبقى في حد أنت بتعاملي معه بس ما بتعرفيهوش فبتبقى خايفة يبقى رخم أو يبقى مش زي ما أنت عايزة أو يبقى شايف نفسه لكن لما تقابل الحاجة دي بتبقى خلاص أنا عرفت البني آدم ده قادر أرتح له عندي نفس العلاقة بالفشل اللي هي إنك إنته إذا ده هو اللي أنت خايف منه طب خلينا نشوفه بقى نبصله عشان نعرف أنا بتعامل مع إيه وعشان تو موف اون لو اللي مش عايز يفشل ده طبعا في معتقدي إنه اللي مش عايز يفشل فيه طريقة سهلة جدا هو أنه يقعد في البيت أما ما دام أنت حتطلع من البيت وعايز تنجز حاجات أكيد حيبقى في عندك مراحل كتير وعندك يعني جولات كتيرة مع الفشل طب إيه إيه أكبر قصة فشل عشتها ببقى أنك متصالح جدا مع المطق وبالعكس حطيته أنت يعني بتنسيق كده فيه طبعا محطات من الفشل في مرحلتي نفدي فإحداهم كانت أني أنا في مرحلة معينة كنت عندي شركة بتنظم فعاليات ومننتج وطبعا كنت موسيقي في نفس الوقت وفي المرحلة دي من حياتي كنت كمان بنظر على الناس يعني بدي الناس نصائح في البيزنس وإزاي الدنيا بتبقى رجل المتعلم في أمريكا بقى طبعا طبعا فأقعد بقى عندي يعني طلاب في عالم البيزنس واللايف كوتشينج فحتة معينة لقيت نفسي كل أموري الضريبية والمالية كله يعني فوضى وبقى عندي مشكلة مع الضريبة ودخلت في ديون اللي هي قد ما هي كانت كثيرا عات أضحك يعني غير قابلة للتسديد آه غير قابلة للتسديد أنا كنت مطارد ضريبيا كان عندي حكزة على البنك مع أنه كان فيه فلوس للسبونسر في البنك كمان فيه ناس بتدعم مشاريعي ففلوسهم حتى مش فلوسي كنت حتسجن كنت حتسجن آه يعني كنت على وشك يعني أكون في الحتة دي وبعدين أعادت كل ما عايز أصلح الموقف الأمور تبوز أكتر يعني مثلا أعمل حفلة أبيع تذاكر عشان بالفلوس دي أدفع أحل المشاكل الضريبة بس الحفلة دي تخسر فكنت أنزل 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 لدرجة بس هقولك حاجة كنت طول الوقت عارف أنه أنا في حاجة غلط عارف أنه يعني فيه تفاصيل فيها فوضى في حياتي بالذات الجانب الإداري والمالي وكان دائماً عندي وجع هنا في بطني أحس فيه كده دائماً فيه توتر لما دخلت في مواجهة مباشرة مع المشكلة دي كانت مشكلة كبيرة لكن الوجع بتاع البطن راح وجع الخوف أنت معلش فرع البطن ده متافور ده يعني على سبيل المثال ولا ده حقيقي لا ده حقيقي كان عندي خوف من المجهول أنا عارف أنه في حاجة حتبقى مش مزبوطة عارف أنه حيبقى فيه مشاكل وهي ما كانتش مشروع هو كان يعني مش عايزة أقول تهرب ضريبي لأنا ما كنتش بتهرب بس كنت بدفع على مزاجي فهمها؟ على مدار سنين فعند مكان معين وطبعاً بقى دخلت في حتة الدفاعية اللي هي فوق ما أنا بأعمل البلد دي وفوق ما أنا اللي أنا بدي وهي البلد دي عايزة تاخد مني بسموها مظلومية آه مظلومية آه حسكاً أن أنت مظلوم الجواب البسيط أدفع الضريبة اللي عليك الموضوع بسيط جداً يعني مش عايزة تعقدها طبعاً بعدين في الفترة دي تعرفت مثلاً على عمر ولولا المشكلة دي ما كنتش تعرفت عليه هو من أحسن ناسي أنا تعرفت عليها في حياتي ساعدني جداً في حياتي فدلوقتي لما ببص الوراء بقول الحمد لله أنه ده حصل الأزمات والورطات والمصائب أحياناً بتخلينا نغير حاجات جوانا طبعاً هائل وقدرنا نسده في وقت قصير قوي فكمان اكتشفت أن عندي إنتاجية أعلى بكتير من اللي أنا كنت فكره فكمان ساعدني لأني كنت في مشكلة مالية اكتشفت أني قادر أني أعمل فلوس كتير أكتر من اللي أنا كنت فهمه فدي من ناحية ومن ناحية التانية أن أموري الإدارية نظمة أكتر ستفهم أكتر في الشؤون القنونية بتتعلق فلما بطلع بأي فكرة أو مشروع بيتعارف إيه الأسئلة اللي لازم تتسئل مش بس يلا تعال نعمل مشروع وخلاص يبقى غيرت حاجات كتيرة إيه علاقة قصة شعرك بالموضوع آه غريبة على فكرة نفس التوقيت تصدقي آه يعني قلنك حاجة وأنا طبعاً طول أي حاجة بقولها لك فيه أنا بين أمريكا والأردن أمريكا والوطن العربي بشكل عام آه فترة معينة آه رحت على أمريكا كان عندي يعني منتج آه شعري طويل آه بزب فتعرفت على منتج طلياني كان غريب الأطوار قوي بس كان عارفة دولي اللي بيبوا غريبين بس بديك نصيحة كل فترة كده بتبقى حلو فقال لي لما بتشعر بأنك خلاص ما فيش مخرج قلن يورستك أفلت أيوة اللي هي حلقة مغلقة خلاص قال لي كل حاجة أنت متأكد أنه هي الصح جرب جرب العكس كل حاجة أنت مقتنع أنه هي دي الطريقة الصح جرب عكسها من غير سبب قول آه على حاجات بتقول عليها لا أو قول لا على حاجات بتقول عليها آه لمدة أسبوع فأنا كان فيه حلاء دائماً لما أشوفه في الأردن قول لي عايزة حلاء لك شعرك وقعد أضحك أنا ويانا أنا شعري دي دي الهوية بتاعتي فمرة قال لي عايزة أقص لك شعرك فبصت له كده طب يلا حتى ما صدقش قال لي لا أنا ما كنت بهزره فأصيت الشعر وفعلاً طبعاً حاجات كتيرة ومش بس إني قصيت شعري لكن قدرت أحس إن الحياة اختلفت يعني زي ما تقولي زي ما تبقي تلعبي كرت وتقولي خالصة مش عايز الكرت دا وعايز كرت جديد يعني موضوع الشعر دا كان جزء من خطتك إن أنت هتغير طريقة تعاملك في كل الأشياء حتى مظهرك نجرب يعني قلت أجرب أجرب أي حاجة غير عن أنا المقتنع بي ما أنا كنت أقعد وأدي الناس نصائح وفي الأخير دخلت في مديونية طوزيعة فيعني تعال نجرب اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه